موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة برنامج مسافة الاجتماعية الذي ينتج ويبث عبر قنواتكم مثلات فزيون قطر وقنوات الكاس وقنوات الريان وإذاعة قطر والترحيم وصول دائما بالزميل شريف سامي مذيع لغة الإشارة كما تعلمون جميعا نحن في المرحلة الثالثة ولا زلنا ولم ننتقل إلى المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود الأرقام هنا هي الفيصل بين الوضع الحالي والعودة إلى الحياة الطبيعية نعم يا سالم الأرقام التي تعني الإصابات الجديدة وحالات التعافي ونسب التطعيم هي ما تستند عليه وزارة الصحة من أجل الانتقال من مرحلة إلى أخرى وعليه ما لم يرتفع منسوب الوعي كما يجب فإننا أمد هذه القيوز سيطول نعم إذا نذهب معكم مشاهدينا إلى أخر حصات كوفيد 19 في قطر بحسب ما نشره موقع قطر المؤسسة القطرية للإعلام واستنادا لحصات وزارة الصحة العامة فأنه تم تسجيل عدد 102 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 146 عدد المتعافين خلال الـ 24 ساعة الماضية إذا مشاهدين الكرام لا زال المنسوب أو الأعداد في الإطار الذي تعودنا عليه منذ فترة 4 أو 5 أو 6 سبيع وأنتمنى أن يستمر أيضا هذا النزول مشاهدين الكرام أيضا يستمر انتشار هذا المرض الذي أصبح التنبؤ بخطة واضحة لرفع القيود بشكل نهاي أو تدريجي من الصعب وبالأخص في العديد من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا على شكل موجة جديدة وهي الدول التي قامت بتخفيف القيود على الأنشطة الأمر الذي تطلب إعادة فرض القيود مرة أخرى للسيطرة على هذا الفيروس وعلى المستوى المحل شهدت دولة قطر ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا لأول مرة منذ يونيو الماضي مما دعى وزارة الصحة العامة إلى الأخذ بالأسباب وتأجيل البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة لرفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 16 حيث اتخذت وزارة الصحة العامة في مايو الماضي خطة من أربع مراحل لرفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا وبدأت المرحلة الأولى في 28 مايو الماضي والمرحلة الثانية في 18 يونيو الماضي أما المرحلة الثالثة فبدأت في 9 يوليو وكانت من المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة في 30 يوليو بشرط أن تفيد مؤشرات الوباء بانخفاض الفيروس ومرور ثلاث أسابيع قبل آخر موعد لرفع القيود كما يمكن التقدم أو التأخر حسب التغيير بمؤشرات الوباء والتزام أفراد المجتمع نعم يا عبد الله مشاهدين للحديث عن الأسباب وتطورات التي دعت لتأجيل المرحلة الرابعة مرافع القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا يشرفنا أن صديفة الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام دكتور بداية حياك الله سعى المباركة السعادات بمجدك معنا طبعا دكتور يعني الآن تقرر تأجيل المرحلة الرابعة ما هو السبب يا دكتور أشكركم على الاستضافة وأنا أسعد بوجودي معكم هناك معايير طبعا إحنا كنا تكلمنا عنها عدة مرات اللي هي إذا كانت موجودة تساعدنا لمعرفة أن الوباء قل انتشارة في المجتمع وبعدين معناها نقدر نفتح أكثر للجمهور عشان يقدر يسوي نشاطات إضافية سواء داخل الأماكن المغلقة أو المفتوحة بسبب أو في الأيام الأخيرة صار في ارتفاع في الأعداد وصارت المعايير كلها تقريبا في المرحلة الثالثة ما في المعيار واحد صعد إلى المرحلة الرابعة لذلك علميا من غير المنطقي أن ننتقل إلى فتح أكثر في وقت اللي فيه الأعداد في تزايد مستمر نعم دكتور ما هو المعيار اللي صعد إلى المرحلة الرابعة وتمت المعايير الأخرى في المرحلة الثالثة صراحة ما أتذكر أنا رجعت الصبح صراحة هما في ستة وسبع معايير واحد منهم فقط وصل إلى المرحلة الرابعة الباقيين في الثالثة والثانية لذلك إذا كانت مش معظم المعايير في المرحلة الرابعة من الخطأ العلمي نحن نقول أنه ممكن ننتقل إلى المرحلة الأرقام هي هي دكتور يعني بالنسبة للفترة اللاضية مئة وثنين ممكن أعلى رقم يوصن مئة وثمين مئة وثمين يعني نحن نتوقع أن هناك حفاظ واضح من المجتمع وسيطرة أيضا بناء على المؤشرات التي دائما ما نقرأها خلال هذه الأيام أو النشرات اليومية فأين هي المعايير التي فيها الارتفاع التي بسبب هذا الارتفاع تم التأجيل من تأجيل الانتقال من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثالثة نعم الأرقام كانت مستقرة إلى ثامن يوم بعد العيد من ثامن يوم بعد العيد إلى اليوم الأرقام صارت بين 100 إلى 150 فإذا لاحظنا مؤشر أو المنحنة في ازدياد 100% من ثامن يوم العيد إلى اليوم يعني تقريبا من 18 هذا الحجة استمر دكتور؟ نعم إلى الآن في ازديادنا الآن هذا الرقم هو الواضح في معايير أخرى تتغير بسبب ازدياد هذا الرقم مثلا هذا الرقم نقول قلنا الحين كان 100 صار 150 الخمسين هؤلاء يدخلوا مستشفى بعضهم يدخلون على المركزة فهذا معناه أن عدد الأسرة المشغولة بمرضى كوفيد أيضا أكثر عدد المرضى الموجودين في العين المركزة أكثر لذلك وأيضا معامل الانتشار يتغير بسبب أنه في ازدياد في العداد ففي عدة معايير تفعت خلال العشر أيام الماضية طيب دكتور يعني مستوى تطعيم في الدولة في ازدياد يعني طعمنا أكثر عدد ممكن خلال الفترة الماضية كان فيه التزام مستمر خلال هالثلاث مراحل الماضية كنا نتحدث عن انخفاض ولله الحمد بالنسبة لدول الخريج وحتى دول العالم دولة قطر كانت هي من أكثر دول مسيطرة على هذا الوباء الآن خلال هذه الفترة يعني حتى لما تم الإعلان عن استمرار المرحلة الثالثة يمكن المجتمع بدأ يتساءل ما السبب في البقاء على نفس هذه المرحلة أو هل أنتم وجدتم من هناك ثغرة خلال هذه الفترة في سببة بزيادة عدد الحالات مثلا عيد الأضحى المبارك هل هذه الفترة اللي هي فيها أيضا حتى السفر كان مسموح هل هي أحد الأسباب التي أدت إلى الزيادة احنا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة هناك فيه تخفيف في الإجراءات فيه تزاود فيه أعداد الناس اللي ممكن تجتمع صوان داخلية وخارجين المطاعم المولات كل هذه فيها تخفيف لكن فيه شيئين مستمرين من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة إلا هو التباعد الاجتماعي ولبس الكمام المجتمع عادة لما يشوف أنه فيه تساهل يبدأ يتساهل هو أيضا في لبس الكمام والتباعد الاجتماعي والملامسة والسلام يمكن أن تشوفته صور الأعراس كأن ما فيه كورونا أنا شخصيا رحت عرس طبعا وكنت الوحيد اللي لابس كمام في الأرس لذلك الناس تعتقد أنه بما خففنا الإجراءات فممكن بدون كمام بدون التباعد هذا شيء ثابت من المرحلة الأولى إلى الرابعة لازم لبس الكمام لازم التباعد الاجتماعي مع ازديادة العداد الآن ممكن نقول نشيل الكمام ونلغي التباعد الاجتماعي بس هذا سيزيد العداد بدرجة كبيرة جدا بحيث أننا لا نقدر نسيطر عليها نسمح شوي شوي بطريقة أن نحن نقدر نسيطر على الوضع الانفتاح بسرعة مثل ما صار في بعض الدول ممكن يؤدي إلى انتشار وباء سريع أيضا يعني الكمام هو أحد الثغرات اللي موجودة من أول مرحلة نعم في الكمام واحد من الأسباب لو تميننا مثلا على الإجراءات الاحترازية من المرحلة الأولى على أساس أن المجتمع يلتزم بالكمام التباعد الاجتماعي فيكنا سيطرنا لمرحلة الثالثة وحتى الرابعة لا بس هو طبعا السيطرة ليس على الاثنين هذين فقط بس هذين الاثنين موجودين في كل المراحل الآن من المرحلة الأولى إلى الآن أو حتى من ديسمبر نقدر نقول أن التطعيم في زيادة هذا طبعا يساعد وأنا اللي أقدر أقوله علميا أن سبب عدم انتشار الوباء بسرعة كبيرة بسبب نشاطات العيد هو التطعيم هو اللي منع الانتشار السريع للوباء يعني وجود التطعيم في المجتمع مفيد جدا هو يمنع الانتشار السريع وغزيادة العداد بسرعة كبيرة فأكيد مفيد جدا هذا التطعيم نعم دكتور أبي أطلع من محور اللي هو المرحلة الثالثة والرابعة وأذكر معاك سياسات السفر المؤخرة التي وضعتها وزارة الصحة العامة وهناك صارت إشكالية لدى البعض وخصوصا المواطنين هنا في دولة قطر والذين هم في الخارج يعني مسافرين من الدول التي صارت في القائمة الحمراء وكانوا يتسألون يعني هل المطاعم بالتطعيمتين أو الجرعتين وهذه الدولة وضعت في القائمة الحمراء هل هو وهو راجع يعني لبلاد هل ممكن أن ينحجر ولا تتم السياسة اللي هي نفس اللي هي مطاعم تطعيمتين وعليه مر أربعة عشر يوم ومن ثم لما يرجع الدوح وما عليه حجر جسد أو فقط الفحص البيسيار نعم بالنسبة للمطاعمين ما تغير شيء ما عدا ست دول حمراء يا دكتور ما عدا ست دول حمراء اللي هي في آسيا غير هذه الدول الست بالنسبة للمطاعمين ما يختلف شيء يعني هو بيرجع ما بينحجر سواء هو من دول حمراء صفراء خضراء ما يفرق إذا كان هو مطاعم ما عدا ست الدول اللاسيوية المعروفة اللي فيها انتشار كبير بالمرض في ذيك الدول غير هذا ما يتغير لكن الآن ناس تشتكي طبعا من تغير أنتوا ليش تغيرون لما نسافر هو طبعا أنت الآن موضوع حد يسافر وما يسافر هذا من الحق فإحنا لما نشوف الدولة الفلانية فيها ازدياد في الاعداد والمعايير اللي هم ينشرونها تقول في انتشار في هذا الوباء لازم نتخذ قرار يعني هذا شيء علمي ما نقدر نقول معلش فلتزيد احنا ما بنسوي شيء هذا ينافي المنطق أي دولة يصير فيها ازدياد في الاعداد وتنشر الرقم وتقول لنا يا جماعة احنا الاعداد في زيادة عندنا وصلت بالآلاف واللوفيات بالمئات ما يصير ما نتخذ قرار لازم نتخذ قرار عشان نحمي الوطن والمواطنين هل تم اضافة تركيا أيضا للقائمة الحمراء دكتور نعم تركيا انتقلت من القائمة الصفراء إلى القائمة الحمراء هل هناك دول سوف تضاف في الايام القادمة هو اللجنة العلمية سمعنا بعض الدول أيضا نعم ستضاف اللجنة العلمية تتابع كل الأرقام التي تنشرها الدول وعلى هذا الأساس هذه هي المعايير اللجنة العلمية تتخذها في تحريك الدول من منطقة حمراء إلى القائمة الخضراء إلى القائمة الصفراء إذن هذه الأسماء المعتمدة للدول هي سبع دول تقريبا هذه نعم هذه الدول مع إضافة تركيا لا لا تركيا مش لا طبعا القائمة الحمراء دول كثيرة جدا طبعا أنا ما حافظها لا أتكلم في الفترة الأخيرة اللي تم إضافتها تركيا تركيا وفيه بكتاف أربع دول عربية أيضا انتقلت من الصفراء ينحجر يومين إذا كان المطاعم لا لا هذا ما ينطبق على تركيا هذا هذا ينطبق على ست دول الآسيوية اللي فيها انتشار كبير وفيه فقط هذه المطاعمين من هذه الدول ينحجر يومين إلى أن تطلع نتيجة الفحص الثاني اللي سوي عندنا وإذا طلع أنه ما عنده ينتقل إلى البيت إذا طلع عنده يلتزم بالحجر طيب دكتور شل مطلوب مننا على أساس أننا نلتقل إلى المرحلة الرابعة على أساس المجتمع أيضاً يكون عنده وعي أكثر لأنه أكيد الكل ينتقل إلى المرحلة الرابعة يكشفنا حتى في بعض البلدان في العالم بدأت تفتح بدأت تلغي موضوع الكمام تفتح حتى لسواح وحتى للمطاعم وأماكن السياحة فشنو المطلوب مننا على أساس أننا نوصل للمرحلة الرابعة وحتى توقعكم أنتم يعني متى تقريباً إن شاء الله نوصل المطلوب عكس اللي سووا الناس خلال الصيف يعني كل الناس اللي سافرت في الصيف اختارت الدول اللي تطلباتها للذهاب لها قليلة جداً ما تطلب تطعيم ما تطلب بي سي آر وتروح طبعاً الناس تسافر تبقى تفتح تبقى تطلعوا الدور تروح مطاعم هذا من حقها سنتين يا دكتور سنتين لا أنا أقول هذا من حقها بس لازم يعني لما يتصير نتيجة هذا الفعل إنه في ازدياد الإعداد ما يسعلون لأن هذا نتيجة طبيعية أن أنت تروح لدولة تطعيمها قليل انتشار كثير في سماح بدون كمامات في زحمة وبعدين تتوقع يعني تتوقع أنه ما تزيد العداد هذا غير منطقي لازم تزيد العداد طبعاً وإذا أنت رحت لهذه الدولة متوقع أن مجموعة من الناس اللي راحوا 10% 5% يصيدهم هذا الوباء ويرجعون بالفيروس هذا الشيء العلمي فالآن في الدوحة المطلوب أنه خلال كل المراحل لازم الالتزام بالكمام التباعد الاجتماعي والناس ما تلتزم بهذا صراحة يعني لما تكونون في المجلس ما في حدي التزم ما نقول كلهم بكثور ما نفرض يعني النسبة القليلة أنا أكلم النسبة القليلة اللي ما تلتزم أنا أقول لك معظم الناس تلتزم أيو أوكي ممتاز هي نسبة قليلة ما تلتزم أغلبية تلتزم ما بتغير طبعا نعم بس أنا أقول ليش أنت ما تكون في المجموعة التي تساعد في توقيف الوباء بدل ما تكون في المجموعة التي تساعد في نشر الوباء وماذا توقع أنه واجب على الجميع دكتور بالضبط نعم وهو طبعا الشيء الثاني التطعيم يعني الكل لازم يبادر للتطعيم ويأخذ الجرعة الثانية وننتقل إلى مناعة مجتمعية بحيث بعدين ممكن نسوي ما تقوله ممكن نشيل الكمامات ممكن نلغي التباعد الاجتماعي لما يكون فيه مناعة مجتمعية في المجتمع نعم دكتور قبل أن أتحدث معك عن المتحورات الجديدة لكن وبصراحة هل السفر كان عامل أساسي أو رئيسي في ارتفاع الإصابات هنا في دولة قطر هو الآن عندنا متحور دلتا موجود في كل دول العالم ومنتشر في الدول اللي راحوا لها الناس اللي رجعوا ويزورون أهاليهم وردلتها فلذلك في زيادة في العداد يعني عامل رئيسي السفر السفر عامل رئيسي بالإضافة إلى المشاطات الاجتماعية خلال العيد اين الاجتماعات قصتك دكتور يعني خلال العيد كانت نشاط أكثر الاجتماعات طيب دكتور يعني أكثر من ثلاثة مليون أخذوا الجرعة هل وصلنا إلى نسبة السبعين في المئة من المطاعنين هو طبعا الرقم السابق كان نقول سبعين في المئة وعالميا المقبول هذا الرقم سبعين في المئة من المجتمع إذا أخذ جرعتين ومر 14 يوم يكون في مناعة مجتمعية الآن يمكن لما نتكلم عن المتحور يمكن هذا بيغير نظرتنا لإيش النسبة المطلوبة وهذا كان لي بيتحدث مع دكتور يعني عن المتحورات الجديدة هل لحظتم إصابات هنا بالمتحورات الجديدة في دولة قطر من المتحورات التي ظهرت من بداية هذا الوضع طبعا كل المتحورات وصلت الدوحة متحور دلتا بما أن الآن ظهرت معلومات عنها أكثر والمعلومات العلمية متوفرة إحنا كان الهدف من الحذر الشديد والالتزام بشروط قاسية للسفر والعودة كان التأخير متحور دلتا في النهاية المتحورات كلها بتوصل كل العالم وسبب محاولتنا تأخير الدلتا هو نشر التطعيم نبغي إحنا نأخرك قد ما نقدر إلى أن يصير التطعيم يوصل المنع المجتمعية نأخر إيش دفتور؟ نأخر وصول المتحور دلتا إلى داخل القطار شون نأخر يعني إحنا نقدر نأخر خاص نأخر على طول يعني لا وهو بيدخل بيدخل في النهاية العالم قرية صغيرة ما تقدر لازم يصير انتشار وبينتشر في كل العالم يعني الآن هو موجود في 190 دولة فلذلك ما تقدر تمنعه لازم يوصل لازم حد العالم كله طيب تقريبا نقدر نقول أنه هو المتحور المنتشر أكثر شيء في كل دول العالم نقدر نقول في بعض الدول 70% من المرضى المصابين مننا 80% و90% أيضا يعني ما هو موجود عندنا هنا طيب دكتور إذا أنت تكلم عن محور دلتا أنه رح يدخل رح يدخل عن طريق المسافرين نعم هي الثغرة الوحيدة اللي ممكن نجيب منها المتحور في دول كثيرة حتى منها خليجية قاعدة تغير سياساتها في فرض الإجراءات الاحترازية استقبال السياح بسواء كانوا من دولة معينة كانت هي عالية الخطورة مثلا فيها المتحور دلتا لكن أنا حتى ذكرت لك هالكلام من أكثر من ثلاث الشهور على موضوع أنه نحن لما بدنا نفتح المطار نستقبل من كل مكان في العالم القادمين إلى دولة قطر هاي ممكن كان أيضا يسبب لنا ثقرة اللي هو استقبال متحور أو حتى المصابين فيروس كورونا ويكون أحد الأسباب اللي تأدي إلى زيادة عدد الإصابات فالآن نحن نعرف أنه في دول معينة هي فيها العدد الأكبر من المتحور من المتحور دلتا ليش مثلا ما نأخذ اجراءات جديدة بعدم استقبال قادمين لدولة قطر من هذه الدولة معينة لأن وذلك الارتفاع عدد الحالات في متحور دلتا وفي كثير من الدول خذت نفس هذا الإجراء طالما نحن فيها فيها على قولاتهم نعم نحن نحاول نحن نخفف أقل عدد ممكن يعني هو طبعا ست دول الآسيوية اللي فيها انتشار كبير للوباء ومتحور دلتا يعني شيء مش طبي هو في علاقات بين كثيرة بيننا وبينهم ما حتاج أدخل فيها لأن هذا مش تخصصي لكن بالنسبة لناحية الطبية إذا كان توقف دخول الناس من هذه الدول بيأثر في قطر وفي المجتمع والدولة تقول أنه هذه لما نقدر منعهم لأسباب كثيرة منها أسباب الاجتماعية لازم الخدمات الصحية تحط شروط قاسية عشان دخول هذه الأشياء وهذه موجودة الآن صار الناس اللي من سد دول هذه يسوي تحليل عنده في البلد وما يذكر بالطيارة إلا إذا هو سلبي ولما يوصل قطر ينحجر يومين وأيضا نسوي تحليل ثاني ونتأكد النسل بعدين يدخل للمجتمع فهذا يقلل فرصة دخول الناس المصابين من ذيك الدولة إلى قطر يومين وقت كافي حجر يومين وأيضا تعيد الفحص فأنت صار لك الآن من الفحص السابق تقريبا خمس أيام فعندك خمس أيام مع فحصين احتمالية أن أحد يمر من خلال هذه الشبكة احتمال ضعيف جدا نعم دكتور إلى متى بتمددون فترة المرحلة الثالثة هو الآن عندنا موضوع نشاطات العيد والعداد ارتفعت اللي لما نزلت النشاط الثاني اللي بيصير خلال السبوعين الثلاثة القادمين رجوع الناس من السفر وكما تعرفون أن اللي أقل من 17 سنة الغير مطاعمين مع والدين مطاعمين بينحجرون في البيت فهنا نتوقع أن هذا ما يمكن يسوي شيء مثل ما صار في نشاطات العيد فترة العيد أن هذا ممكن يرفع الأعداد أيضا فنتوقع أن يصير تصطيح لأعداد العيد وتنزل لكن لن تنزل بسبب وجود الناس العائدين من السفر فهذا بيخلي الأعداد تستمر كما دعنا نقول لين بداية شهر 9 تقريبا نعم دكتور نكرت نؤخر وصول المتحور دلثة إلى قطر بمعنى أن قطر خالية من متحور دلثة لا موجودة الآن طبعا ما أخرنا طيب وصل لا لو وصل في شهر نفترض أنه وصل في شهر واحد أو وصل في شهر سبعة مش نفس الشي طبعا عدد الناس اللي تلقوا التطعيم ارتفع جدا صار عدد الناس اللي فوق 12 سنة اللي تلقوا جرعة واحدة 85% من أيحد فوق 12 سنة فهذا رقم مهول جدا صراحة فعندك حماية ممتازة 85% 85% من الشعب اللي فوق 12 سنة أخذ جرعة واحدة جرعة واحدة جرعة واحدة نعم 85% فقط جرعة واحدة من فوق 12 سنة نعم فوق 12 سنة تحت 12 سنة طبعا فيها إلا ما فيه تطعيم مناسب لذلك فوق 12 سنة 85% أخذ جرعة واحدة ونسبة أقل أخذت جرعتها لذلك فيه فرق كبير طبعا تأخير وصول دلتا لمدة شهرين أو ثلاثة فرق كبير جدا لأن عندك ناس أكثر مطعمين محميين المجتمع صار فيه شيء مش مناعة مجتمعية بس مناعة جيدة لا بس وضح ليها دكتور أنت تقول تأخير وصول متحور دلتا نعم وتقول أن دلتا موجود نعم طيب وصل دلتا أشعرون أخرى ما هو طلع نقطة هذه هو طلع في فبراير أو مارس والآن وصل فأنت عندك أربع شهور من يوم طلع إلى أن وصل الدوحة خلال الأربع شهور نحن أعطيتنا دلتا أنت تكلم عن ماضي دكتور بس الآن خلاص موجود إيه بس لو وصل في شهر ثلاثة كان نسبة الجرعات كان يمكن كانت مليونين الآن تعدت ثلاث ملايين ففيه فرق كبير بالنسبة لوجود المناعة في المجتمع نعم لتك صديق دكتور أنت أخرت مصوله وزدت نسبة التطعيم في المجتمع بالضبط نعم جميل طيب دكتور شن الخطة المستقبلية بالنسبة لكم في وزارة الصحة العامة اللي هو للسيطرة أكثر وذكرت بأن أنتوا الآن عارفين أنه فيه وائد ناس مسافرين ويرجعون بالسلام إن شاء الله قطر واحتمال 99.9% يكون أغلبهم أيضا حاملين لمتحور دلتا يعني هاي نسبة كبيرة وبعضهم سيكون حامل بس أنا يعني هو الالتزام بالشروط العامة الشروط العامة لبس الكمامات والتبعد الشروط الخاصة طبعا فيه تعهد يوقعونه أولياء أمور العيال اللي راجعين من السفر بأن يلتزمون بالحجر المنزلي فهذا طبعا هو فهم يعني فهم بعض الناس الحجر المنزلي شوي يعني مش حقيقي لأنه يقولون الحجر المنزلي إذن في البيت طيب يروح يزور الجد والجدة أنه في البيت طبعا هذا بيت بس هو مش البيت اللي فيه الحجر لازم يلتزم في الحجر لازم ما يختلط بالناس اللي موجودين في الدوحة لازم يكون منعزل عن باقي الناس إلى أن يخلص الأيام المطلوبة إذا كان راجع من تركيا مثلا دولة حمرة لازم يبقى عشر أيام في حجر منزلي إلى أن عشر أيام تركيا دكتور نعم صارت نعم عشر أيام صارت مدام حمرة عشر أيام حجر المنزل لعشر أيام ما يختلط بالربع وأنا عرفت عرف الشباب طبعا يقول لك أنا ما أقدر أطلع بتلفون الشباب تعالوا ترى أنا قاعد في البيت صح فهذا شيء يعني سيؤدي إلى زيادة طبعا ما يبين من احتراز أنه تحرك وطلعا من البيت هو تحت 17 سنة ما أعتقد عندهم احتراز لأن التوقيع على الوالد أنه ما يحق ليه وقع أصلا فالوالد هو اللي يوقع والشباب يعني نحن نتمنى منهم الالتزام دور الأهل هنا ضروري موجود جدا إذا في أحد مصاب من أفراد الأسرة لا سمح الله أنه يكون شديد شوية أنه ما أحد يدخل البيت أنه ما أحد من ربعه يجي أو حتى محجور ما لازم يكون مصاب أو حتى محجور دكتور هل يقصد بالمرحلة الرابعة رفع القيود بالكامل ما تقدر تسوي هذا لأنه علميا إذا انتقلت من شيء إلى شيء مفتوح تماما 100% سيعود انتشار ربع أهم وأبرز مراحل أو رفع القيود في المرحلة الرابعة لما تنشرب نشوفها كلها بيصير في زيادة عندك خبر دكتور يعني حنا نعرف المرحلة الثالثة حمصنا حمصنا دكتور الأعداد أيضا محددة على 15 شخص مطعم طيب المرحلة الرابعة زين الشيء العام أهم شيء في الموضوع الالتزام بالكمام والتباعد والاجتماع هذا متكرر في كل المراحل فهذا من أهم الأشياء في كل المراحل في طعم بيصير في زيادة في السماح بأعداد أكبر من الناس في الوجود في المجالس أعداد أكبر من الناس في الوجود في المكان الخارجية بيصير العراس أيضا بتزيد العداد المطاعم بتزيد العداد كل هذه بيصير زيادة العداد والتركيز أكثر في زيادة العداد من المطاعمين لأنه بحيث المطاعمين يقدرون كلهم حرية أكبر في الحركة والانتقال والتجمع نعم تفضل دكتور أخيرا قبل أن نختم معاك شلون تشوف تقييم جهود الدولة في مكافحة هذا الوباء وين نحن نروح بعد في هذا الطريق نحن طبعا نعتمد على الدول الخارجية في تقييم عملنا وفي معايير كثيرة جدا ومنظمة صحة العالمية شافت اللي عندنا وفي ناس طبعا يعرفون كيف إحنا إيش سوينا والنتائج اللي هي عدد المرضى والوفيات وكل هذه الأشياء طبعا نحن في مقدمة الدول بالنسبة لمكافحة هذا الوباء والسيطرة عليه لذلك أنا أعتقد الدولة مجهوداتها ممتازة والقرارات كانت ممتازة ومتناسبة مع انتشار الوباء أنا أعتقد التطعيم هو الحل الوحيد الموجود عندنا لأنه متوفر بكثرة لأي حد فوق 12 سنة اللي يخذ الجرعة الأولى ياخذ الثانية والليلة الآن متردد يكون في المجموعة التي تساعد في الوصول إلى المناعة المجتمعية بدل ما يكون في المجموعة التي تؤخر الوصول إلى المناعة المجتمعية وإن شاء الله نصل إلى مرحلة من السيطرة على الوباء بحيث أن يصير فيه حركة أكثر وحرية أكثر في الاجتماع والتناقل بإذنك هل نقول ألف شكر هي رسالة شكر وثناء لكل من ساهم في مواجهة هذا الوباء دكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حامد العام شكرا على هذا الحضور الكريم أنا أشكركم على الاستضافة إذن مساعدين مستمران معكم ولكن بعد هذا الفاصل هياكم الله مشاهدين الكرام من جديد لا شك أثر فيروس كورونا كوفيد-19 سلبا على حياة الجميع تقريبا في البلاد حيث أصبح المسنين أكثر عزلة عن أسرهم وتعطل لتعليم الأطفال وقد تم تأجيل المناسبات الهامة مثل حفلات الزفاف والفعاليات الرياضية والترفيهية ولم يتمكن العديد من المقيمين المغتربين من العودة إلى بلدانهم الأصلية للاجتماع بالعائلة والأصدقاء نعم ولقد تمت الموافقة على استخدام القحات للاستخدام الطارئ ضد كوفيد-19 مقبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة حيث أظهرت نتائج المراجعة سلامة اللقاح وفعالية وفقا للمعايير الدولية مما دعا للتفاؤل بأن لقاحات كوفيد-19 تمكننا بإذن الله من العودة إلى حياتنا الطبيعية عاجلا وليس آجلا وبحسب آخر إحصاءات شبكة بولنبورغ الإخبارية في يونيو الماضي من هذا العام تم حتى الآن أعطى أكثر من 60 مليون جرعة لقاح في 55 دولة وبمتوسط يومي بلغ ما يقارب 3 ملايين جرعة وعن تفاصيل أهم إحصاءات بخصوص التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحديث عن نسبة المرتفعة والمبشرة للتطعيم كبارستن والأطفال في قطر تحدثنا الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة أهلا بك معنا دكتورة سهى في البداية أعطينا آخر إحصاءات التطعيم في دولة قطر ومتى سنصل إلى 70% بإذن الله أولا نسمح لأخوي أشكركم على الاستضافة ومسيكم بالخير ولو إنها شيئا متأخرى أقول لكم وأقول للمشاهدين كل عام أنتوا بخير وعيدكم منبارك بالنسبة للإحصائيات إحنا لله الحمد حاليا وصلنا إلى شوي فوق 3.8 مليون جرعة في قطر وهاي طبعا عدد جدا جيد وإحنا فخورين فيه كم العدد دكتورة لو سمحتي بس كم العدد؟ عدد الجرعات 3.8 مليون ممتاز يعني قريب الأربعة مليون جرعة انعطت في دولة قطر ممتاز يعني قريب إن شاء الله يعني خلال الأسابيع القادمة نكون إحنا وصلنا إلى الرقم الأربعة مليون وهاي يؤادل تقريبا 85% من الأشخاص المؤهلين لأخذ التطعيم اللي أهم من سن الـ 12 عام وما فوق خذوا على الأقل جرعة واحدة يعني فيه منهم طبعا خذوا جرعتين بس لنا بنحسبها من ناحية الجرعة الوحدة تقريبا 85% كم نسبة اللي يخذوا الجرعتين دكتورة عفوا نسمحيلي على المقاطعة لكن كم نسبة هي الأهم يعني طفنا 60% طفنا وهاي شي جيد يعني فإحنا إن شاء الله على مشارف النسب اللي احنا حابينها اللي هي قريبا 80% أو 85% يكونوا نخذوا الجرعتين فيعني يمكن لما حلنا بترجع من السفار نطلب منهم الالتزام اللي موجودين في الدولة ولحم الكرددين يقولهم اخذوا الجرعات عشان سنان نقدر نصل للنسبة المرجوة نعم دكتورة ذكرت أن في الجرعتين أو الذين أخذوا الجرعتين هنا في دولة قطر وصلوا تقريبا 60% متى نقدر نقول أن نطعم 100% الكامل هنا في دولة قطر يعني ما هو الوقت المتوقع إن شاء الله هو طبعا 100% يمكن يكون صعبة لأنه فيه نسبة ضئيلة جدا من الناس اللي ممكن يكون عندها موانع طبية من أخذ اللقاح اللي عندهم تحسس من أحد مكونات اللقاح وهي نسبة ضئيلة جدا أغلب الناس بإمكانهم أخذها حتى المرضى الأمراض المزمنة اللي عندنا تحسس من أدلية أخرى ما في أي مانع أنه ياخذ اللقاح بس إذا استمرنا على الوتيرة الحالية اللي هي تقريبا خلينا نقول في متوسط 20 ألف جرعة في اليوم أحيانا تنزل شوي أحيانا نزيد خلينا نقول المتوسط هو 20 ألف جرعة إذا استمرنا على هالوتيرة يمكن يمكن خلال الشهرين القادمين نحن نوصل للنسبة المرجوة بس إذا استمرنا بهالوتيرة شهرين ثلاثة يكون إن شاء الله وصلنا نعم دكتورة هناك من يتكلم عن جونسون هو اللقاح لمرة واحدة فقر لماذا لم يكن متوفر في قطر هل هناك معايير تختلف مع فايزر وكذلك مع مديرنا نعم طبعا هو كل اللقاحات تعطي درجة من التخطيط بس إحنا لما كنا نشوف من بداية التخطيط رحنا إلى الشركات اللي كانت نتائجها مبشرة أكثر فما في ولا شركة لقاحات موجودة يعني أنتجت لقاح بنفس مستوى الكفاءة والتخطيط مثل فايزر ومديرنا هالشركتين الوحيدين اللي تجاوزوا نسبة الـ 94% من الكفاءة حتى لو كان من ضمن اللقاحات المعتمدة يعني أنتم معتمدين جونسون نعم نحن معتمدين ومعتمدين أكسفورد له أسترازينيكا صحيح هذين معتمدات بس أننا نحن كان الاتفاقيات مع شركات أخرى ونوجد أسترازينيكا واستخدم للعمالة لأننا نأسهل للتخزين ولعشان يعطينا قدرة على التطعيم بشكل أوسع بحسب موقعهم يعني جونسون من التطعيمات الجيدة لكن كفاءتها في التخطية شوية أقل من باقي التطعيمات الثلاثة اللي ذكرتهم أنا حين يعني نسبة التخطية والفعالية ما تحتفى تقريبا متحدود الـ 60% الـ 65% فلو أنت خيرت بين الـ 95% و الـ 65% صحيح فش بتاخذ أكيد بتاخذ الـ 95% هذا هو طيب الدكتورة هل ما زلتم توجهون مشاكل في فكرة أو ثقافة التطعيم أنجاز التعبير مونس بداية التطعيم يعني مثل في المراحل الأولى كان فيه شوية تخوف بسبب بعض الإشاعات والمغالصات بسبب أن التطعيم كان جديد كان شي جديد بس مع الأيام مع أن الناس شافت شلون اللي قابلهم تطعم ما علي شر وأمورهم طيبة ابتدت تزيد عذاب الناس اللي قاعدة تاخذ اللقاح هل وصلنا للمرحلة المرجوة لا يعني فيه فئات معينة ما زلنا نشوف فيه عندها تردد وهاي الفئات يمكن أهلا شوية مقللها بسبب التخطية مثل بعض كبار السن ما زال فيه تردد أحيانا من كبير السن نفسه وأحيانا مثلا من عياله لا نخاف عليك يبقى اليوم ما نضغطينا فهذه الفئة نشجعهم أن لا لأن خطر التعرض للمرض جدا عالي عليهم ما تتواصلون معهم دكتورة يعني مثلا كمشخاص معينين اي 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 في عندنا عندنا يعني فيه ناس دورها كل يوم تقريبا تتواصل معهم وتحاول تقنع وفعلا تقدر تقنع وكل مرة عشان تتكاعد تزيد الأعداد الفئة الأخرى اللي تلاقي عندها تخوف هي النساء الحمل أو النساء الحوامل طبعا هو الحوامل معروف حتى لو تقول لها فهنا دول ممكن تخاف مو بعد تطعيم ولو أننا احنا أثبتت أحين يعني الأرقام والمعلومات العلمية في شفة العالم أنه ما في ضرر على المرأة الحامل من اللقاح فهو آمن للمرأة الحامل فنحن نحب أن نحن شوية نطمن المرأة الحامل وأهلها أنه بالعكس الضرر يعني فيه بالعكس يعني فيه معلومات علمية أثبتت أنه إصابة المرأة الحامل بالفيروس خطر عليها وعلى الجنين في نسبة عندكم دكتورة للي خذوا اللقاح من الحوامل نسبة الحوامل لا أنا ما عندي نسبة الحوامل بس فيه يعني نسبة اللي أخذ اللقاح إي إي عارفة بس أنه النسبة الحوامل اللي أخذوا اللقاح هو مدرجين من ضمن الأرقام اللي عندي ما عندي لهم رقم منفصل يعني مثلا بالنسبة للأبطال اللي من سنة 12 إلى 15 سنة أقدر أقول لك أنه تقريبا 60% أخذوا جرعة بس الحوامل تحوامل لا أنا أتكلم لو كان هناك نسبة راح تكون هي عامل أيضا تشجيع ونفصلها عن باقي الأعداد ونطرحها للمجتمع بس اللي نقدر نقول فيه نسبة جدا جيدة بس مش كافية من النساء الحوامل اللي خذوا الطعيم وحبطا من أي امرأة حامل قاعدة تسمعنا حاليا إنما فيه ولا مرأة حامل من اللي خذوا اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل وصيبت بأي مضاعفات أو أي مشاكل خلال فترة الحمل وفي منهم اللي ربطوا أمورها طيبة بحنا نشجع حلثة أبعد الفئة الثالثة أهم الأطفال أهم اللي من سن ١١ لخمس عشر سنة اللي حاليا مؤهلين لأخذ اللقاح جسل اكستين بالنمية تقريبا خذوا جرعة واحدة بس ما زال إحنا داخلين إن شاء الله العودة إلى المدارس نبي الطلاب يعيشون حياتهم الدراسية المعتادة مثل الزمان إلا هوا كلهم قاعدين في الصرف مع المدرسين يعني عودة الحياة المدرسية الطبيعية فعشون نقدر إننا نحن نرجع لهذه المرحلة بشكل آمن نشجع ولياء الأمور طعموهم عشان إننا نخميهم ويرجعونهم وصلوا حياتهم الطبيعية يعني هاي أكثر ثلاث فئات اللي شوي فيها تردد نعم دكتورة ذكرت في سياق حديثك إن في بعض الأشخاص ممن يعانون من حساسية مثلا إننا ما نقدر نعطيهم لقاح فيروس كوفيد ١٩ يعني كيف نتعامل مع هذه الحالات في عدم إصابتهم بالفيروس والوقاية طبعا هو بالنسبة لهالفئات مثل ما ذكر الدكتور يوسف في المقابلة قبل شوي التطعيم دور جدا مهم لكن التباعد الاجتماعي ولبس التمام والغسل المتكرر ليدين أو استخدام المعاقمات لا بد منهم فاللي مو قادر يحمي نفسه يعني حتى اللي ما أخذ اللقاح نحن نقول له تباعد اجتماعي تمام واستخدام معاقمات اليدين فما بالللي ما أخذ اللقاح هاي بنشد عليه أكثر من الناس الثانية فهي السبيل الوحيد اللي يقدر يحمي نفسه وبالإضافة إن الناس اللي حول هالشخ يتطعمون اللي مو عندهم مشاكل فلما كل الناس اللي حول هالشخ مطعمين إذن نسبة الإصابة عندهم رح تكون ضعيفة نسبة العدوى عندهم رح تكون أقل وأهوى أو أهية ينبسون التمام ما في تصافح باليد في تباعد بهذه الطريقة احتماليات الإصابة عنهم رح تكون ضئيلة جدا فهذه الطريقة يحمون نفسهم نعم طيب دكتورة مأن يعني ذكرتي بأن عدم أخذ التطعيم أو وصولنا للنسبة المطلوبة من أخذ التطعيم ممكن نأثر حتى على موضوع المدارس وعلى التجمعات وفي خطة موضوع علي أخذ اللقاح بغض النظر على الإشاعات اللي اللي ظهرت ممكن في بعض الدراسات أثبتت أن فيه ممكن عينة بسيطة وبسيطة جدا أو عدد قليل جدا ممكن أن يستثنى من أخذ التطعيم صحيح؟ طيب متى ممكن أن يكون التطعيم إلزامي على المجتمع تسعنا نوصل للهدف والخطة المرجوة لا حاليا ما في أي نوع من التخطيط أن يكون التطعيم إجباري أو إلزامي في دولة قطر نحن من أول يوم ذكرنا هالكلام ومنظلنا ملتزمين في هذا الشيء لا يوجد إجبار وإحنا نعول على الوعي المجتمعي ولغاية حين الحمد لله ما خيبه وأملنا المجتمع القطري مجتمع واعي يمكن فيه بعضهم عند مخاوف أو تحفظات بس مش عدم وعي ولله الحمد يعني هال الوعي في المجتمع في دولة قطر أهو اللي مخلينا نقدر نقول مسيطرين ما زلنا على الوضع ومخلينا نسبة تطعيمات بالمقارنة بعض الدول يعني حتى ترتيب قطر دوليا وعالميا كل ما يغتفع من ناحية نسبة التطعيم لعدد السكان فهي كلها دلالة على الوعي المجتمع وإن شاء الله إذا استمرنا بهذه الطريقة نرى عودة الحياة إلى طبيعة نحن نعول على وعي المجتمع والدليل هذه الأرقام التي نراها يوميا في نزول وكذلك في ثبات دليل على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مثل هذا الفيروس دكتورة هناك من لديه كبير في السن في المنزل مصاب بالسكر مصاب بأمراض القلب بالكليسترول وكذلك بالضغط وأيضا تجاوز الستين والخمسة وستين سنة لذلك يخشى من التطعيم على هذا المسن نبي أيضا رسالة نوجهها لهم من خلال شاشة قناوات الريان شاشة تليفزيون قطر وقنوات الريان وكذلك قنوات الكأس أحب أنا أنبه أن لو الناس ترجع بالذاكرة لما بداية أول مرحلة في مراحل التطعيم كانت الفئة المستهدفة هي بالضبط الفئة التي تفكرها أعطيناهم الأولوية فوق الجميع وطبعا نحن معروف المدامة أهم في هالأمر معنات عنهم هالأمراض المزمنة إلا أنت ذكرها لماذا؟ لأن أهم الإصابة عندهم خطرة جسمهم ما يقدر يقاوم مثل جسم الأضغر سنن الأمراض هذه أصلا سبب ضعف جهاز المناعة عندهم فمحتاجين مساعدة ووقاية أكثر بعيد الشر عن جميع الناس بس أكثر الوفيات كانت في هلفة العمرية لأن البيروت مع وجودها الأمراض اللي أصلا امتعب جسمهم مع الإصابة كانوا عرضا للمخاطر والمضاعفات التطعيم مو بس لهم طبعا للي حولهم يحمون نفسهم ويحمون كبار السن نحن بالعكس نسجعهم اللي خايف على أمه ولا أبوه يقول له حرام كبير في السن جسمه ما يستحمل فايع عليه أذويته والأمراض اللي فيها نحن نقول له بالعكس إذا أنتم خايفين عليهم ضعموهم لأن هاي اللي بيحميهم حتى لو أصيبوا طبعا سبحان الله رب العالمين بس اللي أنا حب أن نوى فيه إنه حتى لو بعيد الشر أصيبوا نسبة الإصابة أو تأثير الإصابة عليهم وهم مستعنين رح تكون أقل نعم هل كنت أقصد يا دكتور ألزاما ما كنت أقصد أنه يكون ألزامي بشكل فرضي على المجتمع ألزاما أنه من الضروري أخذ اللقاح نفس الحال لذكر بأن في بعض الكبار في السن محتاجين أنهم يخذون اللقاح حفاظا على سلامتهم فيكون ألزاما عليهم أن يأخذون اللقاح وحتى أبناءهم وحتى أفراد العائلة أنهم المفروض أنهم أيضا ينصحوهم لأخذ اللقاح وليس فرض عليهم بالضبط هو واجب وحرص على كبار السن أننا نحن نحليهم يطاعمون وإذا كان عندهم أي تردد نسمع لهم ونشجعهم ونشجعهم بالمثل أننا نحن طعامنا نحن العيال أكافي طعامنا يعني نكون مثال لعلكبار السن نعم الله أعطيكم العافية جهودكم واضحة دكتورة سوهل بيات رئيس قسم التطعيمات في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا لدكتورة سوهل بيات ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك لابد من الحف حف الجميع على أخذ التطعيم مشاهدين الكرام ننتقل إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنستكمل معكم ما تبقى معنا في سياق هذه الحلق حياكم الله مشاهدين مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل لنستمر معكم في برنامج المسافة الاجتماعية ولابد أيضا أن نذكر أنفسنا ونذكركم بالاعتزام بالإجراءات الاحترازية لننتقل جميعا إلى المرحلة الرابعة انتقلنا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في الوقت المحدد وكذلك إلى المرحلة الثالثة وها نحن نستمر في المرحلة الثالثة لبعض المعايير التي لم تصل إلى الاشتراطات المطلوبة لذلك لابد من الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية وكذلك بأخذ التطعيم وأيضا بالمسافة الاجتماعية توقع عبد الله أن هذه النسب سوف تستمر بإذن الله في النزول وكذلك الأرقام لنصل معا إلى المرحلة الرابعة التي سوف يكون فيها جزء من رفع القيود التدبيقين هذا ما نتمنى إن شاء الله سألنا نسمى ذكر حتى الدكتور يوسف المسلماني بخصوص أن في بعض الارتفاع في هذه الفترة من الطبيعي عيد الأضحى المبارك في بعض الأزوارات وفي عندنا أيضا مناسبات وأعراس ولكن إن شاء الله سنتعرف أكثر على اللقاح وأثار الجانبية إذا كان في أثار جانبية وحتى موضوع الشائعات على التعديل النوي معك إن شاء الله يا ساني بإذن الله إذا مجاهدين الكرام بدأت حملات التحصين وهناك من يرفضها حتى وصل الرفض للأطباء أنفسهم ومن بينهم أطباء يتعاملون مع مرضى كورونا ويرفضون تلقي اللقاح فأثار هذا السلوك الشكوك عن العامة ليأتي فرض التطعيم على الأفراد بشكل شبه إجباري من خلال حرمان الغير مطعمين من التواجد في بعض الأماكن أو فرض قيود أكثر شدة عليهم لإجابة على تلك الأفكار والقناعات والمداولات المتداولة في المجتمع والتي يتنقلها الجميع دون مصدر علمي موثوق يسرنا أن نستضيف عبر سكايب الدكتور سعيد إسماعيل مدير برامج قطر جينوم أسست قطر حياك الله يا دكتور سعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية وهناك من يتحدث عن هذه اللقاحات وأن لها أيضا الأثر الكبير على جينات الإنسان ونتوقع أو نؤكد أن هذه شائعة بناء على ما ذكرت المواقع الطبية الرسمية شكرا على الاستضافة وكعالم جينات استطيع أن أكد لكم أنه ما في أي أثر لهذه اللقاحات على جينات المتلقين أبدا أبدا هذه إشاعات لا أساس لها وما ذكرته في مقدمتك صحيح بعض الأطباء لكن يجب التنويه أن عدد الأطباء اللي خرجوا وشككوا في نجاعة اللقاح أو سلامة عدد محدود ومحدود جدا جدا الغالبية الساحقة من العلماء والأطباء تعلم أن هذه اللقاحات آمنة فعالة وضرورية جدا أما بالنسبة لتغيير الجينات وما تغيير الجينات فأبدا ليس هناك أي دليل علمي وأنا من العارفين بتكوين هذه اللقاحات الانتداولة وهو لا يؤدي إلى أي تغيير جيني أبدا على العكس هو في جانب آخر الجانب الجيني الوحيد اللي ممكن نتكلم فيه هو أن بعض الأشخاص جيناتهم الطبيعية الموجودة المولدين فيها تحميهم بدرجة أكبر من خطر أو شدة المرض هذا هو الشيء اللي ممكن يكون له علاقة بالجينات وهذا ليس له علاقة باللقاح يعني احنا كنا نعرف أن بعض الأشخاص قد يصاب بالفيروس وما يحس حتى بأي أعراض يروح يفحص بالصوت فيطلع عنده positive أو إيجاب الفحص بينما هو لا يعاني من أي أعراض وشخص آخر يصاب بالفيروس قد يحتاج لا سمح الله إلى رعاية في المستشفى ويمكن يوصل إلى الـ ICU والرعاية الحثيثة في مكون وراثي يتحكم في شدة المرض على الإنسان حين تلقاه وهذا ليس له علاقة باللقاحات أبدا وإحنا في قطر بالمناسبة بما نذكرنا هذا بس فرصة لأذكر أننا في قطر جينوم شاركنا في دراسة عالمية هي الأكبر من نوعها لكشف الجينات التي تؤثر على شدة المرض وكنا المشارك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط قاطبتا يعني وتم اكتشاف حوالي 15 جين لهم علاقة في مناعة الجسم أو استعداد الجسم هو من واقع 13 ألف جين توقع دكتور إحنا وصلنا الحند لا الآن إلى 22 ألف جينوم في قطر جينوم في بداية العام الماضي كان لنا معكم مقابلة ذكرنا تقريبا 13 أو 12 ألف الآن وصلنا إلى 20 و 22 هذا الدليل على أن هذه الدراسة لها الدور مهم ورئيسي وبالأخص في اختبار الجينات عبدالله نعم دكتور سعيد رحب فيك مجددا هنا في برنامج المسافة الاجتماعية دكتور البعض يتساءل هناك فيروسات وهناك أمراض لم يتوصل المجتمع أو المجتمع العلمي أو الطبي في الوصول إلى اللقاحات فيتساءل كيف وصلتم بهذه السرعة إلى لقاح فيروس كوفيد-19 وهو معروف بفيروس كورونا يعني دكتور كيف تردون على هذه الجزئية هناك تقنية جديدة لأول مرة تستخدم في إنتاج اللقاحات وهي تقنية الـ RNA يسموها اللقاحي شركة فايزر وموديرنا هذه التقنية جديدة لكن ممكن على المواطن العادي في حول العالم لكن إحنا كعلماء إحنا عارفين أنه من عقد أو عقدين من الزمن هناك باحثين حول العالم يعني يشغالين على هذه التقنية الـ RNA وهذا بالعكس يجب أن ينظر إليه بشكل إيجابي هذه التقنية الآن رح تشوفون إن شاء الله ما يتعرض البشرية إلى جائحة قادمة لكن ستشوف إن الجائحة ستكون سريعة ولو خرج متحور جديد يقاوم هذه اللقاحات سنجد الحمد لله أن الشركات والصناعة ستستجيب بسرعة ما هو شيء إيجابي وطبيعي في تطور الصناعات اللقاحات طيب دكتور يعني ما أنت صاحب اختصاص فأبي منك توضيح في بعض الأمور اللي حدثت خارج دولة قطر وليس في دولة قطر في بعض الدول ذكروا أن في بعض الأشخاص أخذوا الجرعتين وبعدها صدهم انتكاسة صحية وفي بعضهم كانت في حالات وفاة هل فعلا الانتكاسة الصحية وحالة الوفاة هي أسبابها اللقاح ليس في دولة قطر خارج دولة قطر أنا لم أطلع على دراسة علمية دولية واحدة موثقة تربط مثلا اللقاحين اللي منتشرين في قطر اللي هما فايزر وموديرنا بأعراض جانبية خطيرة قد تهدد حياة البشر صار في كلام على الأسترازينيكا وعلى يمكن لقاحات أخرى لكن حتى هذولا وجدوا أن النسبة قليلة وقليلة جدا وبالتالي هي تشابه النسبة الموجودة حول العالم المعدل الطبيعي للأشخاص مثلا قد يصاب بأزمة قلبية فبالتالي هذه الجواب المختصر لسؤالك وهو مهم جدا اللقاحين المستخدمين في قطر لم يثبت علميا أن في أي أضرار جانبية تهدد حياة أو صحة المتلقي أبدا الحمد لله رب العالمين دكتور سعيد سماعي شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه الإضاحات والرد على بعض الإشاعات إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام الحلقة نشكر ضيوفنا الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة عبدالله المسلمان دائما نذكر بضرورة التزام بالإجراءات الاحترازية تبغي المرحلة الرابعة التزام بالإجراءات الاحترازية تبغي تتم في الثالثة خليك في الثالثة نحن ما ورعنا شيء كل أثنين بنطلع إن شاء الله بنذكرك مخاطر بإذن الله سوف ننتقل جميعا إلى المرحلة الرابعة وما لم يكن هناك مستجدات أو مؤتمرات صحفية موعدنا يتجدد بكم بإذن الله الأثنين المقتل ابقوا على مسافة اجتماعية آمنة في أمان ترجمة نانسي قنقر